اشتركوا في القناة في كل من الولايات المتحدة وإيطاليا وكوريا ورئيس مجلس إدارة مجموعة تاج ميديكال كير انتظرونا سأخير يا دكتور حسام سأخير نورة فينا دكتور حسام خلينا أتكلم مع حضرتك في البداية في مجال تجميل الأسنان عن موضوع مهم جدا كتير من سادة المشاهدين وما هو بيتفرج على التلفزيون بياخد باله أن فيه كتير من مغنيين والمشاهير سواء كان فنانين أو حتى حد من الزملاء كمقدم برنامج بيلاقي أن الأسنان عنده بتبقى ناصعة البيض حتى الموضوع بيوصل أنها بتبقى بيضة زيادة عن اللذوم لما الناس بتادي تدور في الموضوع ده اكتشفوا حاجة اسمها الهليوت سمايل طيب بالنسبة الهليوت سمايل أو بسامة هليوت اللي اكتشفنا أن الموضوع له معايير كتير جدا لدرجة أن احنا بنقدر نوصل في درجة البيض لمحدود غير معلومة في البداية عايز أعرف من حضرتك يعني إيه الهليوت سمايل بشكل مبسط أهلا وسهلا بيكو طبعا ونحب أن أنا أوضح الأول أن أحب أوجه كلمة لكل من يحاول يراجع ده عيدات الأسنان وخصوصا أنه طالب الجمال في أسنانه حاول ما تقولش للدكتور أنا عايز كذا وكذا وكذا يعني دائما إدي إطلق صراحة الدكتور أنه يختار لك الحاجة المناسبة لحضرتك لأنه قد تكون أنه مختار شيء معين لا يتناسب ليك بعد ما يخلص أو بعد وانتش عارف المستقبل إيه يعني فدايما إدي للدكتور اليد العليا أنه يختار لك المناسب ليك المناسب لوجهك المناسب لشكل أسنانك المناسب للون عينيك يعني الأسنان مرتبطة بلون العينين ده دي كلمة عامة كذا حب أوجهها للناس كلها تمام لكن بقى أحب أرد على حضرتك في موضوع الجمال والتجميل ولون الأسنان والهولي سمايل والحاجات دي اللون الأسنان إحنا مبدئيا كده كل ما كنا قريبين من اللون الطبيعي اللي ربنا خلقنا به كل ما كان أحسن مش معنى ذلك أن أنا أسناني صفرة أو سناني بني فهو ده اللون الطبيعي لا اللون الطبيعي اللي خلقنا به ربنا مش كده اللون ده بيبقى دايما مكتسب من البيئة اللون مكتسب من البيئة أو مكتسب من أثناء الحمل للأم في طفلها فبيكون فيه حاجات معينة بتأثر على لون الأسنان يعني مثلا اللون اللي احنا شايفينه فوق ده ده لون أصفر ما هوش لون أبيض ما تخلقش به كده للإنسان لا هو تطور وحصل من الصغر ومن أول ما تولد الطفل بدأ يتدرج اللون لغاية ما تحاول للون ده نتيجة تدخل أدوية نتيجة كيميكالز معينة مشروبات معينة أكل معين هي اللي بتحاول إسفرار السنين اللون الطبيعي اللون اللي هو الأبيض العادي اللي هو مش ملفت للنظر لكن في بعض الناس تختار اللون ما عايز اللون اللي هو السوبر لايت يعني طبعا دي حاجة ترجع للشخص ذات نفسه يعني يعني حضرتك برضو أكيد فيه معايير على أساسها بتحدد الابتسامة المثالية أو اليوتسمائيل المثالية للحالة ممكن أعرف إيه المعايير دي هو البوزيشن بتاع الشخص ذات نفسه يعني عمله إيه وهو عايز يوصل لإيه في الآخر هل هو أرتست مثلا ممثل مغني عايز جزء سنانه يبين بأي طريقة فدايما ده بيختار اللون اللي هو اللي بي ون ده حاجة يعني السوبر لايت يعني طبعا ده مش طبيعي ده اللون مش طبيعي قبل زي اللون النيون اللي احنا بنقول عليه ده طبعا حاجة بتبقى سوبر يعني باين جدا إنه هو بيبقى خارج عن المألوف اه باين إنه هو ما هوش طبيعي يعني ولكن بعض الناس بتختاره فإحنا ما نقدرش طالما هو مختاره وعلى مسئوليته أهلا وسهلا فيش مشكلة يعني أنا نعفهم من كلام حدد لكن درجة لون بياد الأسنان اللي بيختاروا في الآخر الحالة مع طبعا الركومنديشن أو التوصيات من الطبيب المختص صح كده؟ مضبوط الكلام طيب دكتور حسام خليني برضو أسأل حاجة سؤال مهم جدا في كتير من الناس فاكرة إنه موضوع اللوت سمايل إنه أنا مش عشان أخلي سناني بيضة هروح أعمل عملية عايز حاجة تشرحلي بشكل مبسط الخطوات اللي بتتم مع الحالة إيه بعد قرار إنه هو هيعمل اللوت سمايل لازم نعرف الأول ما هي الهول السمايل الهول السمايل دك دي كلمة عامة يعني تندرج تحتها حاجات كتير قوي منها البليتشنج اللي هو طبيض اللوم بس منها تغيير شكل السنان بدل ما كانت مزدحمة رجبة فوق بعضها بنغيرها بنعمل لها فينيرز أو كراونز أو ليومونيرز يعني ده كل ده يندرج تحت هول السمايل سات حتى الكراون التركيبات اللي هي التلبيسات المعينة اللي بتحطها على السنان تندرج تحت هول السمايل فالمريض دايما أو الحالة دايما إحنا اللي بنقولها هتعمل إيه طبعا يعني لو هي مثلا الشكوى الأساسية منها بروز الأسنان طبعا بروز الأسنان لو كان زيادة عن اللزوم هول السمايل مش تنفع فيه لازم يلجأ للتقويم أو التقويم الجراحي بعد كده يقدر يعمل لكن احنا بنتكلم دلوقتي على الحاجات البسيطة اللي هو المريض عايز يظهر فيها في أزهى صورة وفي أحسن شكل بالضبط أولا إذا كانت السنان مترجبة فوق بعضها طبعا مش هينفع هنا تبييد أو إظهار اللون فقط لازم نلجأ إلى أو الكراونز أو الفينيرز زي ما إحنا شايفين كده الكراونز أو الفينيرز ده سنان برزة ولونها أصفر تمام وشكلها مش متناسق لابد هنا التبييد بس مش هينفع فلازم هنا بنعمل كراونز عشان نرجع السنان من وراء شوية للخلف وبنشكل السنة زي ما إحنا عايزين بالكراون وفي نفس الوقت بنحط اللون اللي إحنا شايفينه اللي تحت ده اللون الأبيض ده يبقى كده أدي هول سمايل ممكن أثنان تانية ما فيهاش البروز ما فيهاش التراكب اللي فوق بعضه اللون بس هو المشكلة فهنا نسهلا نعمل أول بليتشينج بليتشينج اللي هو التبييد الأثنان بالليزر العادي يعني على حسب ظروف الحلق دي جلسة سهلة جداً وممتاخدش أكتر من 25 دقيقة وبيبقى اللون زاهي جداً وأبيض بس طبعاً ده مش حاجة بيرمننت مش حاجة دائمة لازم المريد بعارف كده يعني ده حاجة بنعملها في المناسبات فقط يعني بمناسبة ذكر حضرتك للمناسبات أو اللي إحنا بيكون الحالة اللي مش عايزة حاجة بيرمننت لها في بعض الحالات اللي بيكون عايزة موضوع الهلوت سمايل لمناسبة يعني لما يكون عنده تصوير زي محاجة ذكرت أو يكون في مناسبة فرح أو مناسبة خاصة الناس الزي دول بيلجأوا لحاجة اسمها تركيبات الهلوت سمايل المتحركة أو الكابسون أعيز أعرفه من حضرتك هل هي فعلاً بتكون فعالة زي الهلوت سمايل يعني مثلاً سؤال هل ممكن يقدر يأكل عليها في المناسبة هل يقدر أنه يعتمد عليها ولا الموضوع بيكون لشكل لحظي بس الفترة محدودة وبعد كده ما ينفعش هو طبعاً الهلوت سمايل المتحركة دي موجودة وفعالة جداً وتخلص بسرعة يعني في خلال ساعات معينة ممكن نخلصها بالكات كام طبعاً طبعاً الجهاز الكات كام ده اللي هو السلاسي الأبعاد اللي هو بيصنع لنا الشكل اللي استغنينا بيه عن المعمل عن معمل الأسنان طبعاً حاجة كويسة جداً إنه يبقى واحد عنده زيارة أو مناسبة النهاردة أو بكرة مثلاً وعايز يشكل سنانه زي ما هو عايز زي ما هو بيحلم بيها يعني طبعاً الحكاية دي ممكن تاخد وقت طويل منها تاخدنا أسبوع على الأقل لو عايزين نعملها حاجة دائمة يعني لكن احنا بنلجأ بعد كده للهولوس مال المتحركة اللي هي بناخد طبع عادية للأسنان أو بنصورها بالكاميرا اللي هي الإنترا أورا الكاميرا وبنشكلها في الجهاز بتاع الكات كام على الشكل اللي احنا عايزينه وفيه مخرطة معينة بالكمبيوترائز طبعاً بتخرط الشكل اللي أنا عايزه اللي أنا قديته أوردر للكمبيوتر به سواء إذا كان فيه إزدحام في السنان أو إن الأسنان برزة لبرة أو دخلة لجوة وهكذا بنشكلها وبنعملها كعشر أسنان مع بعض الأمامين اللي هما بيبانوا فوق وتحت والمريض في هذه الحالة بيركبها بطريقة سهلة جداً جداً وبسيطة وبيقدر يشيلها بنفس الطريقة دي علشان يقابل بيها الموقف اللي هو فيه سواء إذا كان زواج أو برنامج أو 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 لكن في موضوع الأكل لا طبعاً لا يفضل إنها يأكل عليها لا يفضل إنها سهل جداً إنها تنكسر يعني طيب دكتور حسام برضو بما حضرتك ذكرت موضوع الكات كام فيه كتير من المشاهدين فاكر إنه هو يبقى عنده خوف لما يجي يعمل الأسنان بتاعته ويطلع شكلها وحش عليه عايز حضرتك تفاهم أستاذ المشاهدين بشكل مبسط إزاي بتقدر توظف الكات كام إنه يقدر الكيس أو الحالة اللي عنده حضرتك إنها تشوف شكلها هيكون إزاي قبل ما تركب الأسنان هو في الأول لازم الأشعة سلسية الأبعاد ده شيء متفق عليه إنه إحنا بعد ما بنشخص الحالة بنعمل أشعة سلسية الأبعاد عشان أشوف الحالات الحالة اللي أنا ممكن هعملها توصل لإيه ثانيا بدي أوردر للكاميرا إنها تصور الفم بتاع المريض وبتنقل بعد كده على جهاز الكات كام اللي هو ببتدي أشكل أعمل ديزاين به للشكل اللي أنا عايزه للأسنان وممكن المريض يشاركني في هذه اللحظة يعني بيقدر يشوف شكله يقدر يقول لي أنا شايف السنان دي من هنا طويلة شوية طب عايز أعرض من هنا عايز أطلع لبره شوية كل جوء أقصر السنان أبيض اللون أمر كله جدا جدا آه ودي ميزة الكات كام بقى لأنها أغنتنا عن شغل المعمل الأسنان القديم اللي هو كان بيبقى بالتكنيشن طيب دكتور حسام خلينا سألك سؤال كتير من السادة المشاهدين طلبوا اللي احنا نسأله كتير من الناس بيبقى عندها مشكلة منذ الصغر إن فيه فوارق ومسافات بين سنانهم هل الحل الأمثل ليهم هو الهولوت سمايل ولا النوع ده من الحالات لما بيجي لك بتعمل مع ايه؟ هو لو هو سنه مثلا بيتراوح ما بين الخمستاشر والتلاتين زي ما احنا شكرا اه زي كده مثلا أنا ممكن أعمل الحالة دي بالتقويم سهل ومتاخدش وقت طويل على فكرة لأنه هو وقت التقويم بيزيد كلما جلاجأنا الخلع بعض الأسنان عشان نقفل المسافات لكن أنا قريدي المسافات موجودة والفوارق موجودة فوارق موجودة فأنا عايز ألم الأسنان بس على بعضها ده ممكن الدكتور التقويم بيقوم لنا بالمهمة دي على خير ما يلم ولا تأخذ أكثر من ست شهور مثلا وتكون السنان جنب بعضها لا فيه مريض تاني بقى لا أنا مش هقدر على ست شهور أنا عندي زواج كمان أسبوع أو عندي مناسبة جدا هتعمل معي ايه ده؟ هنقدر نعمله فينير الفنير طبعا اللي هي العدسات اللي تتركب على الأسنان بالشكل وباللون اللي احنا عايزينه وبرضو يقدر يشاركنا في لونها وتشكيلتها إذا كانت سميكة أو طويلة أو هكذا يعني وفي هذه الحالة دي بتخلص على طول برضو بالكات كام بتخدش يوم واحد وبتدي نفس النتيجة؟ هي مشكلة يعني مشكلة الكات كام أو الفنيرز إن أنا أحيانا بحتاج لتقليل حجم السنة ذات نفسها مانة السنان نفسها؟ إذا كانت برزة البرا قوي فأنا لازم أقلل من حجم المينة شوية في هذه الحالة أنا تدخلت كده في الشكل الطبيعي فما ينفعش إن أنا شيل الفنير تاني أو العدسة تاني لازم تفضل موجودة على طول التقويم هيصلح للمشكلة دي بدون ملمس الأسنان أو بدون معمل أي احتكاك للأسنان بالدريل بتاعنا طب خليني أسألك يا دكتور حسام لما بيجي لك حالات بيبقى عندها الأسنان قريدي مفقودة تماماً مش موضوع بقى مسافات لأ بيكون ما عندهش السنة ومحتاج لزراعة وجايل دكتور حسام بيقوله أنا عايز أعمل الوت سمايك الخطوات اللي بتعملها معاه أولاً عشان موضوع السنان المفقودة دي بيكون أي طبعاً زي ما اتفقنا كده التشخيص المبدئي ده مهم جداً إن أنا أرسم خطة لنفسي هعمل إيه؟ وبرضه أشرحها للمريض ثانياً الأشعة ثلاثية الأبعاد الأشعة ثلاثية الأبعاد دي خلاص بقت هي يعني قبل ما نسلم على المريض لازم نعمله الأشعة ثلاثية الأبعاد اللي هو جاي يشتغل يعني ليه؟ عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامنا بالمأسات العلاقة ما بين الأسنان ما بين الأجزاء الحساسة في الوجه زي التجويف الأنفي زي الأنف زي العصب الفكي اللي في السفك السفلي وهكذا الأشعة ثلاثية بتحدد لي المسافات دي مظبوطة قوي عشان لو هلجأ للزراعة يبقى كلها عاملها في حسباني ما يبقاش المسافة بعيدة أو قريبة وهكذا يعني فالأشعة ثلاثية الأبعاد دي أول حاجة بنعمله بعد ذلك بنبتدي بقى نصمم إيه اللي إحنا هنعمله الخطوات الخطوات اللي إحنا عملها في الزراعة مثلاً لو هنعمل زراعة وهولي سمايل طبعاً لازم نبتدي بالزراعة طبعاً الأول شيء طبيعي جداً أن أنا أحط الزرعة أو أحط الغرسة وبعدين أركب عليها وطبعاً هنتكلم بعد كده على موضوع الغرسات اللي هي الفورية علشان أن أنا أصلح الموقف بسرعة يعني فالزراعة الأول ثم هنعمل الهولي سمايل اللي إحنا اخترناها زي ما إحنا عايزين بقى سواء فينير أو كراون أو لومينيرز أو أو يعني كلا أو تركيبها على حسب الظروف الخاصة طيب دكتور حسين خليني بقى أكلمك على حاجة مهمة جداً ما بعد الهولي سمايل في كتير من المشاهدين بيبقى خايف أنه بعد ما هي عشان أكون صريح معاك بعد ما يعمل تكلفة الهولي سمايل ويبتدي يشوف نتائج كويسة جداً على سنانه وحياته تستقرر ويبتدي يتعود عليها يخسر الموضوع ده تاني بمعنى إزاي نقدر نحافظ على الهولي سمايل أطول مدة ممكنة وهل هي لها بيكون أفريج لايف تايم معينة ولا بيكون معاه برمان انتماد الحياة؟ في أول كلامنا اتفقنا إن إحنا نقول للمريض اسمع كلامي يعني أنا عايز أن تقولي أنت عايز إيه؟ وفي الآخر خلي رأيي أنا الأساس اللي أنا ها أعمله لك لأن أنا عارف المستقبل بتاع الحالة إيه؟ تمام بلاش المريض يدخل يقول لا أنا عايز كذا عايز كذا دي قد تكلفه إن هو يخسر اللي هو عمله كله بناء على رغبته فلذلك لازم الدكتور يدي له رأيه الطبي المزبوط لأنه هو اللي عارف الحالة هتبقى إشكلائي طب يحافظ عليها إزاي دكتور حسين؟ الحفاظ طبعا يعني أبسط حاجة ممكنة الشيك أب كل ثلاث شهور أو أربع شهور عند الدكتور استخدام الفرشة والمعجوب بانتظام عدم استخدام الأجزاء الحاجات القوية في الأكل زي واحد مثلا يحب يفتح الببسي باسنانه دي حاجة مش مزبوطة أبدا يعني دي حاجة تكلفه كل حاجة يعني حتى السنان الطبيعية كمان فدايما الاستخدام الطبيعي والاعتناء بالأسنان والشيك أب عند الدكتور كل ثلاث أو أربع شهور بالكتير خالص علشان نلحق المشكلة قبل ما تتفاقل ثانيا حالتك بتقول لي العمر الإفترادي العمر الإفترادي ده دي حاجة بتاعت ربنا إحنا بنعمل الشغل على أساس طبي مظبوط وتجويد مظبوط وماتيريال سوبر طبعا وبعد كده المريض بيساعدنا في الاستخدام إزاي دي مهمة جدا يعني زي ما الدكتور عليه عامل خمسين في المية المريض عليه عامل خمسين في المية عشان ما نبلغش في الأمور زيادة على الزوم ونقول لنا دي حاجة طول العمر لا ما فيش حاجة طول العمر طب الأفريج بتاعها دكتور يعني نقدر نقول العمر بتاعها هيكون كام سنة الطبيعي أو المتوسط لو قسمنا مثلا العمر الإفترادي للبلتشينج تايم اللي هو التبييد فقط بدون تدخل أي شيء ده يعني شهور وخصوصا إزا كان المريض من اللي هو المدخنين أو اللي هما من القهوة والشاي لو كانت هولو سمايل كاملة لو كانت هولو سمايل زي الفينير مثلا والله الفينير ما بيجرلوش حاجة إلا إن ممكن السيمينتيشن بتاعه في السنة اللازق بتاعه ممكن بعد فترة بيتحلل نتيجة أسباب كتيرة الفترة دي ما هيش وجيزة يعني لو هو معمول مظبوط ومعمول بمقاسات مظبوطة من قديس مظبوطة ممكن يقعد سنين ممكن اللازق يفك ونرجعه تاني فيش مشكلة أبدا منه وكذلك اللومينيرز الكراون أكتر تعميرا من الفينير واللومينير الكراون لأنه بيبقى مغطي السنة كلها فبيبقى اللازق بتاعها بيفك حتى بعد فترة طويلة جدا يكتور حسام خلينا نتقل معك الجزئية مهمة جدا موضوع الزراعات قبل ما أكلم حقيقة عن موضوع الزراعات الفورية خليني أقول لك يا مقدمة كتير من أستاذ المشاهدين اللي متابعينا دلوقتي بيبقى عنده فكرة إن أنا لما هروح عمل زراعة أسنان عند الطبيب المختص الموضوع ده هياخد معايا كزراعة تقريطية هياخد من ثلاث لأربع اعتيام وممكن يعطلني عن شغل يعطلني عن حياتي اليومية موضوع بياخد وقت وفي نفس الوقت بيكون فيه ألام اللي عايزة أعرفه من حضرتك المصطلح الجديد اللي ابتدى كتير من الناس تسمعه موضوع الزراعة الفورية بشكل مبسط إزاي دلوقتي قدرنا نوصل إن إحنا نعمل زراعة فورية للأسنان لازم نعرف الأول فكرة مبسطة عن الزراعة الزراعة عبارة عن ثلاث أجزاء الجزء الأولاني اللي هو المصمار التايتانيوم اللي بيدخل جوه العضل تمام نمرة واحد كنا زمان بنقول بنركبه وبنسيبه ثلاث أو ستة شهور على حسب وجوده في الفك العلوي أو الفك السفلي وبعدين نركب الجزء الثاني اللي هو بديل عن تاج السنة بعد الثلاث شهور بعد الثلاث شهور أو الثلاث شهور وبعد الجزء الثاني بناخد مقاس طبعة معينة سواء كانت طبعة بالماتيريال أو بالسكانينج بالكاميرا عشان نشغلها كات كام ونحط عليها الكرامب دي الثلاث أجزاء بتوع الزراعة ده كان الأول حاليا احنا في حالات كتيرة قوي طبعا برضو ولاش نلغي الزراعة التقليدية لأن لها موجبات لازم بنعملها في حالات كتير وفي أنواع مرضى كتير الزراعة الفورية العظم بتاع المريض كويس الكسافة بتاعته قوية المريض اديوكيتد متعلم مصقف مؤهل دي حاجة كويسة جداً بتساعدني طبعاً هقولها لك دلوقتي بعد الزراعة الفورية أنا محتاج أن المريض يكون واخد حزره جداً ما يبتديش يمضغ مضغ جديد على على الزرعة ما يبتديش يستخدم استخدام سيء طبعاً لو كان عندنا حالة ممكن نشوفها برضو في الصورة النشرة عليها أكتر دي الزراعة الفورية ان احنا على طول العظم كويس الكسافة كويسة نبتدي نعمل أشعة ثلاثية ونحط الزراعة ونحط فيها الجزء الثاني اللي احنا اتفقنا عاماً بالضبط كده اللي هو الجزء الثاني اللي هو باين جنب السنين تمام حطينا الجزء الثاني ممكن بعد يومين ثلاثة نركب الكراون اللي هو هيديني شكل السن الطبعي برضو المصمار التايتاني من اللي هو جوه الفك بياخد وقت عبال العظم ما يتكاسف عليه ويمسك عليه ويتحول إلى حاجة كأنها جزر سنينة طبعية الكسافة دي بتاخد من شهر إلى ثلاثة شهور يعني الشهر الأولاني ده مهم جداً المريض استخدامه يكون بسهولة شوية ما بيكونش بيأكل أكل قوي ما يكونش يمضغ مضغ حاجات قوية جداً أو كده لا بيأكله خفيف ويستحسن لغاية إنت دكتور؟ كفاية الشهر الأولاني أو الشهر ونص الأولاني شهر ونص الأولاني بعد كده يبتدي يستخدم شوية بشوية نتأكد إن خلاص المصمار ابتدأ العظم يتكاسف عليه ويمسك عليه مظبوط بعد كده يقدر يستخدم طبيعي خاصة هي ميزة الزراعة فورية إنها بتديني الشكل على طول بس الاستخدام والوظيفة بنحاول نأجلها شوية أو نعملها تدريجياً مع المريض طبعاً لا عشان كده بقول حياتك لازم المريض يكون highly educated ما ينفعش كده أدي واحد يعمله زرعة فورية وينزل ياكل بقى ويشرب ويعمل كل اللي عايزه هتبوز طبعاً بالتأكيد طيب خليني برضو أسألك سؤال بالنسبة للresult أو final result النهائي ما بين الزراعة الفورية والزراعة التقليدية فلنفترض إن كان المريض عندنا زي ما حقاك قلت مصاكف وقدر إن هو يعتني بالزراعات بتاعته كويس جداً فترة الشهر ونص دول وبعد كده كمان ابتدى يعتني بالسنانة تمام؟ وعندنا مريض تاني عامل زراعة تقليدية هل اللي اتنين ما بعد الشهر ونص أو الثلاث شهور في final result بيكون واحد ولا بتفضل الزراعة التقليدية بتدي نتائج أفضل؟ خلينا نتفق إن الأساس هو المصمار اللي جوه التيتانيوم اللي في العظم لو إحنا أفلين بالزراعة التقليدية طبعاً المريض ملوش تداخل فيها خالص دي رجعة للعظم بتاعه والاختيار اللي احنا اخترناه ودي إن شاء الله بتبقى بنسبة 95% مضمومة 95% ده نتيجة جبارة يعني أما الزراعة اللي هي الفورية فزي ما قلت حتك بتعتمد على how to use استخدام المريض شكل طبيعة المريض في الاستخدام كسافة العض اللي هي محطوطة فيها إن أنا هستخدمها بسوء ولا بتكنولوجيا إن أنا فاهم إن دي حاجة لازم أحافظ عليها مع تعليمات الطبيب الموضوع هيوصل مع النتيجة كويسة لو المريض فعلاً مطيع وفاهم إيه اللي يتعمل له طيب دكتور حسام خليني بردو أسألك سؤال مهم جداً في موضوع الزراعات بالنسبة للزراعة الفورية حقيقة قلتني إنها بتاخد مدة قد إيه كأفريج يعني اللي أنا فاهمته من كلامك دلوقتي إن الزراعة التقليدية بتاخد ما بين ثلاث شهور لأربع شهور وعلى كذا مرحلة الزراعة الفورية بتاخد قد إيه؟ مفيش أيام يعني إحنا بحط المصمار اللي هو التايتانيوم في العظم الفك السوفلي أو العلوي مثلاً وبعدين في نفس اللحظة بنحط الجزء التاني اللي هو بيطلع من المريض شايفه بقى يختلف عن الزراعة التقليدية إن المصمار ده المريض ما هو الشايفه لأنه بنقفل عليه اللحم أو اللسن لكن إن الجزء التاني بيبقى باين للمريض وفي نفس اللحظة ممكن ناخد الطبعة اللي هعمل بها الكراون أو بعد يومين ثلاثة أربع في خلال أسبوع ممكن يكون مقالص في بداية كلامنا حقيقة استكارت إن في حالات كتيرة بتتبع معاها الزراعة التقليدية ما نقدرش نحن نستغنى عنها بشكل كامل طيب المريض أو المعيير اللي على أساسها بتقرر للمريض بتاخد ديزجن أنا هعمل معاك الزراعة الفورية أو هعمل معاك الزراعة التقليدية بتكون إيه؟ وهل في حالات بتنتنع تماماً عن الزراعة الفورية معاها؟ آه طبعاً زي مرضى السكر مساء سؤال قوي جداً يعني طبعاً أنا أقول اتفقت على الأشعة السلسية الأبعاد الأول أشعة السلسية الأبعاد بتبين لي كسافة العظم الراجل ده عظمه أو المريض ده عظمه قوي ولا يحتمل إن إحنا نحط له عظم صناعي خلاص العظم الطبيعي هحط الزراعة وميبقاش عنده أي مشكلة خالص طبعاً بفترض إنه هو مريض ما عندوش أمراض زي مرضى السكر أو الهشاشة أو الحاجات ديه يعني مريض السكر دايماً بيبقى عندنا كوشن شوية تقول ما هو مريض سكر وسكره منتظم فلا خوف عليه إنه مريض السكر اللي هو سكره طالع نازل ده هو لده اللي بيعمل لنا المشكلة وبنبقى حذرين جداً وإحنا ما بنعمله زراعة أو لو هنعمله زراعة طيب دكتور حسام خليني أسألك المريض اللي بيجيلك خلاص هو باخد قرار إنه هو عايز يعمل تركيبات للأسنان سواء كانت تركيبات تيتانيوم أو غيرها البرتوكول اللي بيتابعه معاه مراكز تاجل الأسنان مع المريض كخطوات بتكون إزاي بشكل مبسط؟ والله الخطوات الأولانية الكشف المبدئي الأول على فمه التحليلات اللي لازم أطلبها منه زي تحليلات السكر صورة الدم الكاملة سرعة نسفه وسرعة تجلط وطبعا لازم يكون عندي ميديكال هستوري ليه كامل إذا كان هو مريض قلب أو مريض ضغط أو 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 الحاجات دي كلها مهمة جدا بالنسبة لنا طبعا هو جاهز وتحليل ومزبوطة ومعندوش أي مشكلة صحية وسكره منتظم حتى أفترض أنه حتى عنده سكر وسكره منتظم فيش مشكلة أبدا متقدر تعملها أوي أوي أشعة السلسية طبعا وده دي متوفر عندنا في مراكزنا كلها اللي موجودة أشعة السلسية الأبعاد هي بتبين لي كل حاجة أنا عايز أعمل إيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قد ايه؟ دك عالية جدا اه كحاجة يعني حاجة تكنولوجيا عالية جدا دي متوفرة عندنا والله الحمد طيب دكتور حسام خليني برضو اسألك فيه كتير من الناس بيبقوا عايزين يعرفوا هلأ أنا لو عملت زراعة مرة واحدة هرجع عاملها بعد كذا سنة؟ بمعنى الأفريدش تايم للزراعة بيكون قد ايه؟ اقدر الحال لو انا بحافظ عليها هتقعد معي كم سنة؟ وهلحالجع للموضوع ده تاني؟ ولا لأ؟ شوف هو كزراعة اي حاجة صناعية في جسم الانسان لازم نفترض ان فيه عمر افتراضي العمر الافتراضي لا يتدخل فيه الطبيب دي حاجة جسم الانسان هو اللي بتدخل فيها وربنا سبحانه وتعالى احنا بنمشي طبيا مظبوط الكتب كلها قالت والمراجع كلها قالت ان الزراعة بتتراوح عمرها الافتراضي من 5 سنين الى 15 سنة من 5 إلى 15 بس ده مش حاجة فاينل ممكن بعد ألاقي زراعة بتقعد 20 سنة و 25 سنة ايه المشكلة؟ ممكن 13 سنة ممكن 4 سنين لنتنجي الظروف معينة يعني الاسم 4 سنين؟ المنمم قوي 5 سنين 5 ولها طبعا عوامل كتير بتأثر فيها عشان نكونوا واضحين للمرضى كلهم والناس تبقى عارفة احنا بنعمل ايه؟ يعني هبنعملش سحر او بنبني بنقول كلام احنا مش مسؤولين عنه لا احنا بنقولك الكلام المظبوط الطبي على الأقل من 5 سنين لغاية 15 سنة ومقطة طول العشرين بعد كده بقى نفرض ان الزراعة دي ربنا ما وفقناش فيها وحصل لها فرير قوي ان نشوف برضو نعمل أشعة ثلاثية تانية ونشوف كمية العظم اللي موجودة قد ايه ونقدر نحنا نشتغل عليها تانية نضيف عظم إصناعي بطريقة معينة ونعمل زراعة تانية فيش مشكلة دكتور حسيما أنا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر